السلام عليكم جميعا يا رب دايما تكونوا بخير والنهاردة ان شاء الله معنا محاضرة جديدة من محاضرات تعليم التداول وهي ايه هي الخطوات المطلوبة لبناء خط التداول ناجحة بمعنى يعني ايه الدستور بتاعك للحساب او عشان تقدر تطلع بخطة متكاملة لإقدارة الحساب بتاعك وعشان فعلا تبقى متداول مستمر في النجاح في سوق العملات لازم يكون عندك خطة واضحة ماشي عليها بحيث انت تعرف تقيم ادائك من فترة للتانية وتشوف ايه نقطة الضعف اللي انت تحاول تزبطها ونقطة القوة اللي عندك اللي حاول تزودها ودايما الناس او المتداولين عموما ما بيحبوش فكرة خط التداول ولا دستور ولا الكلام ده لان بطبيعة الحال يعني الانسان ما بيحبش يقيد نفسه قواعد ولا 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 التزام ولا اي حاجة من الحاجات دي لكن لما اكتر الحاجات اللي بتبقى مضرة للحساب وللمتداولين هي حتة ادارة المخاطر يعني مهمة جدا علشان تقدر تقيم ادائك زي ما قلت وتقدر تعد النقطة الضعف الموجودة عندك طيب ايه هي خطة التداول عموما يعني خطة التداول هو تلخيص موجز للقواعد والقوانين التي تقوم بها كمتاجر في سوق العملات من بداية قبل التداول الى متى وكيف تتاجر وكذلك متى فعله بعد التداول هو الموضوع صعب اوي كده لازم قبل الصفقة وفي الصفقة وبعد الصفقة لازم في شوية قوانين كده بتبقى انت عارفها قبل ما تقرر تدخل صفقة التداول ما تحولش برنامج التداول انه لعبة في ايدك باي وسيل باي وسيل باي وسيل وانت بتفتح صفقة بدون دراسة وبدون وعي وبدون تخطيط وبدون اه ما شوف ايه اللي انا فاتحه ده صح والله غلط طبقا قيمة ده ازاي زيها زي اي مشروع اي مشروع يبقى عندنا محاسب عندنا ناس في الماركتين وعندنا ناس في تقيم الاداء وهكذا يعني لازم يبقى في التيم ده كله انت صاحب المشروع ايه فحساب التداول انت اللي بتقوم بكل الادوار دي كمحاسب وككل حاجة فانت لازم تحط القواعد بتاعتك لكل الوظائف اللي المفروضة تدري فما تحولش الموضوع انه حساب التداول حاجة سهلة فانت لما تعمله دراسة جدوى مزبوط لكل صفقة قبل ما تقرر تدخلها ده طبعا هتطلع لك بنتائج افضل ما يبقى الموضوع بدون اي دراسة طيب لماذا تعتبر خطة التداول مهمة اول حاجة اهمية خطة التداول في انها اول حاجة بتكبرك على الالتزام والانضباط بالقواعد والقوانين اللي انت قطيتها او وضعتها قبل ما تسير قبل ما تيمشي عليها الالتزام حلو يعني خلانكم واضحين انت لو ما عندكش الالتزام بخطة وبقواعد انت هتلاقي نفسك كل يوم بطريقة كل يوم باستراتيجية كل يوم برأي صفقات بتدخلها من غير اي دراسة فده طبعا هيقدي ليه مزيد من الخسائر وعدم الدراسة مزبوط لكل الصفقات اللي بتتقالي تاني حاجة زي ما قلت بن شوي ان التداول زي وزي المشاريع التجارية لازم فيها قوانين وقواعد بتنظم العمل اللي انت شغال عليه عشان تعرف توصل لمرحلة النجاح المستمر فيه تالت حاجة خطة التداول هي الوسيلة اللي انت هتقدر تختبرها لقياس مدى نجاحك وايه هي الادوات المطلوبة عشان تقدر تغيرها عشان تحسن الاداء بتاعي بدون خطة لا هعرف حسن الاداء ولا قيم الاداء ولا عرف انا ماشي صح ولا غلق بفتح وبقفل ومكسب وخصارة وخلاص ده كده على الشكل عشوائي من التداول ده بيقدل الخسائر لكن لما يبقى فيه خطة وقواعد وهكذا من البقية القوانين اللي عناها ده هيساعدك وطبعا هنتشرح كل ده بالتفصيل دلوقتي واحدة واحدة وايه هي اهم القواعد دي او ايه القوانين اللي انا اخطها امشي عليها عشان تساعدني في نجاحي في التداول اول حاجة تحديد استراتيجية التداول خاصة بي لازم يكون عندك استراتيجية واضحة تبقى عارف استخدمها امتى في ظروف السوق المتغيرة هل عارف استخدمها في اتجاه صاعد وهابط وايه نقطة الضعف والقوة اللي فيها طبعا لما تكون في اتجاهها عرضي هل هي هتمشي بنفس الاعدادات ولا اغير فيها حاجة فانت لما يبقى عندك استراتيجية واضحة هتعرف تشوف ايه نقطة الضعف ونقطة القوة اللي فيها عشان تعرف تشتغل عليها علشان تعرف تطلع بنتائج اوضع لكن يبقى عندك كل يوم استراتيجية النهاردة اخسرت صفقة او صفقتين لا انا عايز غير الاستراتيجية دي وحشة اروح اشوف استراتيجية تانية لا اصل بيقوله مدرسة التحليل الكلاسيكي حلوة لا اصل بيقوله مش عارف السمارت مني احلى طب اللي هاليوت فهتفضل داخل في دوامة التشويش والتشتيل كل الطرق كويسة ان اتقنتها ان ان انت اتقنت ابسط الادوات تطلع بافضل النتائج مش كل لما تصعب عليك المهمة كل لما انت تعرف توصل افضل او اسرع الموضوع مش كده نهائي لأ انت كل لما انت اتقنت الادوات اللي في ايدك تطلع بافضل نتيجة انت ممكن تطلع بيها وطبعا بيبقى عندك حساب ديمو تجريب تجرب بيها الاستراتيجية دي وتعدل عليها وتشوف ايه نقطة القوة ونقطة الضعف اللي فيها عشان تعرف تطلع بافضل نتيجة طيب تاني حاجة الاطارة الزمن والنقطة دي مهمة جدا ناس كتير قوي بيه عندها تشتت طب انا استخدم الاربع ساعات ولا الساعة لأ اصل بيقولوا الديلي ده كويس لأ ده نبص بقى عشان اقلل بقى التراجعات اللي بتحصل اللي هندخل على الوكل لا طب بص اصل ما بيقولوا الربع ساعة والخمس دقايق دي افضل حاجة علشان اه ادخل الصفقة واطلع بسرعة قبل ما فقط طب ما انت هنا لو فضلت مشوش ما بين التغيير كل شوية وافتحها الربع ساعة والخمس دقايق ونصح هتبقى انت تاية لانت عارف تتريد ولانت مركز في حاجة واحدة علشان كده قاعدة دي على الرغم انها بسيطة جدا لانها مهمة جدا ان انت تبقى ثابت على اطار زمني تعرف تطلع منه افضل نتائج وتجربه وتشوف ايه المناسب ليك لان كل شخص مختلف عن التاني في شخص هو بتريد متوسط وطويل المدى ده بيلجأ للاربع ساعات واليومي ويبص كمان على الوثل كمان بعض الاوقات لانه هو بيدخل صفقة من قناة فيها شهور فده مش محتاج يبص اصلا على ساعة وساعتين والكلام ده وفي واحد تاني هو يعني ديلي تريدر ممكن يبص على الساعة والساعتين وفي واحد هو سكالبر فهو بيدخل صفقات سريعة في اليوم كتير عايز صفقة على الخمس دقائق وعلى عشر دقائق وربع الساعة فانت لازم تعرف انا مين من دول عشان اعرف اطلع بافضل اداء او افضل اطار زمني المهم ان انت تثبته النقطة دي مهمة جدا عشان ما تقعش في حتة التشتيت ما بين القرارات وما بين الاختيارات بينها وما بين بعض وطبعا برضو نشوف ايه الافضل بالنسبالك وديه النقطة الاهم الافضل بالنسبالك على حسب نوع التداول اللي انت بتشتغل به تالت حاجة ودي نقطة برضو مهمة جدا وهي تحديد قائمة مراقبة خاصة بك جزء من الخطة بتاعتك انت تعرف انا برائب ازواج ايه او اسهم ايه او دهب ولا الفضة طب اليورو دولار افضل وهكذا كل لما انت ركزت على عدد منتجات محدود اختطلع بافضل نتيجة لكن عندك برودكتس كتيرة اسهم كتيرة تايه بوسط كل المنتجات دي مش عارف تطلع بافضل نتيجة او بافضل فرصة فده شوية بيصعب عليك المهمة فدايما من الخطة بتاعتك ان انت كل لما تحدد القائمة القائمة دي بقى ممكن من خمسة لعشر منتجات تحددهم حطوهم في واتش لست كده بتاعتك تبقى هي دي خلاص دول اللي اننا مركز عليها والله العيد نفسك مفيش فرص على القائمة دي او القائمة دي مفيش فيها فرص واضحة او مفيش فيها تحركات واضحة نبتل ندور براه لكن طول ما انت مركز اوي اننا اركز في حاجة معينة او منتجات معينة انت بتاخد خبرة اكتر في طبيعة حركة الزوج ده تأثير الاخبار عليه هل الاستراتيجية بتاعتك فعالة مع الحركة بتاعتك ولا لأ الحاجات دي كلها بتديك تركيز اكتر ودقة اكتر في انت تطلع بافضل الصفقات تمام وبننصح برضو ان انت بعد كل فترة تغيرها وتشوف ايه الافضل هل ان انا اسيبهم كلهم ولا ابدل حاجة بحاجة لان احنا عارفين دايما مش كل المنتجات بتاخد نفس الحركة في طول الوقت يعني اوقات تلاقي مثلا اليورو دولار واخد ترمد قوي وحركات قوية واوقات تانية تلاقيه حدوء وحركة عرضية مملة جدا فمش عارف تاخد فيه فرص كويسة فساعتها لما تشوف اي منتج من القيمة بتاعتك مش اكتف شوية معاك مش بيديك فرص كويسة اتجاهه مش واضح حركته مملة لا تقدر تستبدله بمنتج تاني بدلا منه طيب رقم اربعة دي برضو ممتازة وهي اعداد العقلية والتحضير الزهن لازم قبل ما تقرر ان انت تكون متداول ان انت اعرف هل انا جاهز ان انا اتداول فعلا ولا انا مثلا لا ده نسائع العربية ومسك الموبايل وبفتح لي صفقة لا ده انا بقعد في الكفية ولا قعد مع العيلة ومشغول او جنبي دوشة وولادي عاملين دوشة وافتح صفقاته خلاص لا ما ينفعش ليه لان انت هنا اولا نفسيا مش هتكون مؤهل لفكرة التحليل المزبوط مطابعة الاخبار المزبوطة ملتزم بالاستراتيجية بتاعتك ملتزم باقدارة المقاطر الحاجات دي كلها لازم يبقى ليها انت بتتريد بفلوس ما ينفعش امسك الموبايل وعد كاني احاول التريد انه لعبة لا لازم تكون في حالة نفسية مؤهلة ان انا هتداول هل انا مركز في ده ولا انا هبقى مشغول كمان شوية مش هبقى متابع الماركت او انا مش هبقى متابع الصفقات بتاعتي فده نوع مهمة كمان برضو حتة العصبية او انا اكون متدايق لان خلالك ده يأثر عليك بشكل او باخر في فتحه واغلاق الصفقات بتاعتك بشكل كبير جدا يعني اوقات ما تكون متعصب من حاجة ما في حياتك وبتفتح برينامج اتطلع عصبيتك فيه اه فانت فرحان ومبسوط لا ده انا خلاص بقى ان انا لعب في الحساب وافتح صفقات كبيرة انا مش همامني فبرضو ده من الحاجات اللي بتأثر عليك بشكل كبير في التداول ان انت حتة التأهيل النفسي والعقلية ان انا اكون جاهز لعملية التداول بعد كده عامدنا ادارة راس المال ودي انا قلتها قبل كده في السيشن اللي فاتت ان ادارة راس المال تمانين في المية من نجاحك في الماركت معتمد عليه لو انت بتفتح صفقات بدون ادارة راس مال وبدون حساب انا ممكن اكسب قد ايه او اخسر قد ايه من كل صفقة تداول للأسف ده اكتر حاجة مضرة بحسابك وممكن تأذيك وتسبب خسائر يبقى هنا عند فداية تداولك وقبل الدخول في الصفقة لازم احدد نسبة المجازفة اللي انا اقدر اتحملها وخلي بالك دي بتختلف من الشخص للتاني في شخص مخاطر بطبعه في شخص لا مش عايز اخاطر في شخص بالنسبة له راس المال ده كل حياته في شخص بالنسبة له راس المال ده يعني جزء صغير لا يشكل اي شيء اجمالا انا بشوف ان انت ما ينفعش تتدول باكتر من واحد لعسرة في المية بس انا بصراحة انا بشخصي يعني بفضل واحد في المية ممكن هما الناس بتقول في الناس بتوصل لتلاتة وخمسة في المية مخاطرة عالية جدا يعني اقصى حاجة انا شوف واحد في المية حتى لو انت شخص مجازف تقدر من الواحد في المية مجازفة في الصفقة ده تقدر تعمل منها ارقام كبيرة جدا اتنين في المية خمسة في المية يعني بس مش اكبر من كده ده فحد ذاته اللي بيعملوا اكتر من كده بيبقوا قطر جدا ومجازفة جبيرة جدا وللأسف بتأدي المزيد من الخسائر لما ما تكونش موفق في اكتر من صفقة من متتالية تلاح سبق بيضيعوا دام عينيك وده حد ذاته خلي بالك ان انت ما تكونش موفق في صفقة او اتنين او عشرة ده مش اخر الدنيا يعني ده يعني اكبر المتدولين بيبقوش بيعد عليهم فترات مش بيبقوا موفقين وبيخسروا من صفقات بتاعتهم بس الفرق كل ما بين المتداول المحترك والمتداول اللي لسه ما عندوش الخبرة الكافية ان المتداول المحترف عارف ان هو ممكن يمر بالفترة دي فبيعمل حساب قبل ما يقع فيها فبيقلل المخاطرة في الاول لكن لو انت ما عندكش الخبرة الكافية فانت بتقول لا ده انا مستحيل اقصر عشر صفقات وربعة انا هجازف بنسبة كبيرة وهكذا فهتلاقي نفسك لا ده ويرد ان يحصل اكيد مش سيناريو متكرر كتير بس فجرة حدوثه حتى لو مرة كل تلات اربع سنين فانا للأسف مش هسيب نفسي كل تلات اربع سنين اضيع الحساب عشان انا ما عملتش حسابي لليوم ده فان كده بنقول دي نقطة مهمة جدا ان انت تكون ملتزم في اقدارة راس المال وادارة المخاطر اه بتاعتك طب تعالي ناخد مثال بسيط وكنا شرحينه قبل كده في محاضرة اه ادارة المخاطر ان انت ازاي تقدر تحسب ادارة المخاطرة بتاعتك ازا كنت عايز اتداول بمنجزفة واحد في المية او كمسة في المية او اتنين في المية على حسب وبتستخدم طبعا الاداية اسمها ودي شرحناها في المحاضرات اللي فاتت طيب اول حاجة يعني ايه ادارة راس المال بنسبة خمسة في المية للصفقة الواحدة ده ده مثال يعني بسيط معناها ان انا اقصى نسبة خسارة هخسرها في الصفقة دي هي خمسة في المية من الحساب بمعنى لو انا راس المال بتاعي الف دولار وقمت بدخول بشراء او بيع ايا كان هشتير او بيع اي منتج بعقد مصغر هو واحد دولار للنقطة الواحدة هنا اقصى وقف خسارة للصفقة دي هيكون كام؟ خمسين نقطة ليه؟ لان الخمسين نقطة هيقفوا علي بفلوس خمسين دولار والخمسين دولار من الالف دولار هي خمسة في المية هذا يعني ان اقصى خسارة صفقة تخسرها لهذه الصفقة خمسة في المية من حسابك والذي سوف يصبح تسعمائة وخمسين دولار في حالة اغلاق الصفقة على خسارة يبقى انا هنا عملت تحديد للصفقة دي طبعا فيه ناس بتزود المخاطرة شوية لما بيكونوا بتريدوا على مدى طويل غير لما بتكون على مدى متوسط او قصير المدى بتقلل المخاطرة دي يعني فيه ناس بتدخل صفقات كل شهر او شهرين في سهل فممكن تساعد الخاطر بعشرة في المية لانه في السنة كلاما بيخشش اصلا عشرة خمسة اشرة صفقة لانه بتريد بنسب اه بصفقات يعني كمستثمر يعني زي ما بنسميه فده بيدخل على وغالبا طبعا بتكون على الاسهم لان احنا عارفين الاسهم هي اللي نقدر نستثمر فيها لكن العملات ما بتبقاش فيها الحركة الكبيرة ان انا ممكن استثمر في زوج من العملات فده اللي بيقدر يكبر شوية حجم المخاطرة وفي نفس الوقت لازم يكون برضو حاسبها علشان ما يسيبش نفسه لحركة الماركت انها لو ما زبغتش معاها او ما مشيتش حسب تحليله انها تخسر جزء كبير من حسابه رقم ستة برضو مهمة جدا وهي نسبة الربح للخسارة او اللي بتسميها الريس كري وارد راشيو هلا انا هخاطر بقد ايه وفي المقابل انا ممكن اكسب قد ايه وفي قاعدة مهمة جدا ان انا دايما بقول حاول بقدر الافكان كل الصفقات اللي انت تدخلها ما يكون نسبة الخسارة الى الربح اتنين الواحد يعني لو انا هخسر مية دولار انا لازم يكون حاطة بتاعي على الاقل الامتين دولار لان ده احصائيا بيزود نسب نجاحك بكتير جدا عن ما تدخل صفقات بدون حساب اه انا ممكن اكسب قد ايه او اخسر قد ايه وبرضو قلناها قبل كده ان انت نسب زي دي حتى لو كان نسبة نجاحك خمسين في المية او اربعين في المية بيطلعك في الاخر كسبان لو انت عامل نسبة ربح للخسارة اتنين لواحد. نسبة الربحة الى الخسارة هي كم قيمة المبلغ او النسبة المقوية التي تخاطر بها من حسابك من اجل الحصول على هدف او ربح او عائد اه من الصفق. هتديك مثال دلوقتي برده عشان تفهمها مزبوط لو انت راس مالك او رصيد حسابك كله هو الف دولار. ادارة راس المال هنا بتديك اه لديك خمسة خمسة في المية او خمسين دولار على حسب المثال اللي فات ان دي اقصى خسارة متوقعة او دي النسبة اللي انا عايز اجازف آآ بيها في الصفق. هنا يجب عليك ان تكون نسبة العائد المتوقع من هذه الصفقة او الهدف او التارجت بتاعك يكون اكبر من النسبة دي. وانا بقول دايما هنا بنخليها اتنين لواحد على المثال ده هنكون ان احنا بنتارجت مية دولار. لذلك من اهم قواعد بناء خط التداول ان يكون نسبة الربح للخسارة ما تقلش عن اتنين لواحد. واحد ده هو وقف الخسارة واتنين يعني ضعف وقف الخسارة يبقى الربح بتاعك او التارجت بتاعك. وكل ما طبعا زادت النسبة دي كل ما ده زود نسبة نجاحك اكتر. ولما بنقل عن واحد لواحد ده طبعا حاجة سيئة جدا وعمري ما بنصح الدخول بصفقات حجم وقف الخسارة اكبر من حجم الربح المطاقة وده بديهيا يعني انا لو جيت عادت معاك دلوقتي وبعرض عليك مشروع. قلت لك ايه رأيك تيجي تشاركني في مشروع? انت هتدفع عشر تلاف دولار فيه. هتقول لي اول حاجة طب ها الربح المتوقع يعني لو جيت قلت لك الف او الفين. هتقول لي ايه التهريك ده? يعني انا خاطر بعشر تلاف دولار عشان هتسب الف او الفين? لا مش مخاطر. يعني مش مجدية. لكن لو جيت قلت لك والله تعال ايه رأيك فيه مشروع ممكن ندخله. هتحط راسمها لعشر تلاف دولار بس احنا ممكن نكسب فيه عشرين الف دولار. ساعتنا هتقول اه مستاهد انا هدخل بمجاسفة. فعلا مغرية تخليني ان انا اقدر ادخل المشروع ده او ان انا اقدر ادخل معاك البيزنس ده. رقم سبعة وهي قواعد الدخول للصفق. لازم من تحديد القواعد اساسية يجب ان ده توافر الليه الدخول في صفقتك. اول حاجة تطبق كل الشروط الاساسية اللي هي يدخل للصفقة او الاستراتيجية بتاعتك. ولازم يكون عندك سبب ليها. يكون عندك صبر. يكون على حسب الاستراتيجية اللي احنا اتكلمنا عليها من القواعد الاولانية ان انت يكون عندك ملتزم بكل الشروط اللي في الاستراتيجية بتاعتك عشان تطلع بالنتيجة اللي انت عايزه. طبعا بالاضافة ان انت تدرس وضع السوق والاخبار ونتيج المؤشرات وهكذا من الاخبار اللي بتحرك او اللي بتأثر على حركة المنتجات بشكل عام اللي انت هتتداوي عليها. تامن حاجة وهي قواعد الخروج من الصفقة. ودي نقطة برضو مهمة. لازم تبقى عارف انا خلاص عندي استراتيجية التداول فانا عندي بتحقق بعض الشروط. طب هخرج من الصفقة دي على ربحة قد ايه? وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه برضو من شوية. لازم اكون محدد بتاعي وكون ملتزم بيهم. دي نقطة مهمة لالتزام. الهدف. وقف الخسارة. طب نسبة الربحة اكبر من نسبة الخسارة. اللي هي نحنا كنا بنقولها دي من شوية. النسبة العائد للمخاطرة ولا العكس? ولو العكس هتبقى غير موجدية. هل سيتم اغلاق كامل العائد على اول هدف? ولا هنقسم ده على اجزاء? في ناس برضو بعض الطرق يقولك انا ممكن ادخل الكمية الفلانية. بس لو السعر مش معايا للنقطة الفلانية انا ممكن اقفل جزء. بالحاسب ان احنا بنسميها حماية للارباح او حماية لجزء من الارباح بتاعتك. وفيك حاجة تاني. برضو انت تقدر تأمن الصفقة بتاعتك. بمعنى انت لو مسلا داخل صفقة بمخاطرة مية دولار ومتارجة ان انت تكسب ميتين دولار. والصفقة مشيت في الاتجاه الربح لكن لحد دلوقتي انت كسبان مية دولار. في ناس تقدر تستخدم نوع من انواع التداول ان انا بدل ما كان نسبة المخاطرة بتاعتي او وقف الخسارة بتاعتي اني اخسر مية دولار. لأ انا حرق نقطة بتاعي بدل ما كان انت اخسر مية دولار. لأ اخليه على نقطة الدخور. فانت هنا بتقرب المسافة ليك. انا دلوقتي قدامي. يا الصفقة تعكس تنزل. تخسرني. الربح اللي كنت كسبان ولكن في الاخر مش هبقى لا كسبان ولا خسران. او ان الصفقة تكمل في الاتجاه بتاعها واكسب اجمال الربح اللي كنت متوقعه. فانت هنا برضو بتأمن نفسك شوية ان انت لو حصل اي عملية انعكاس برضو تكون مأمن الصفقة بتاعتك. ودي نقطة بقى رقم تسعة دي من اهم المميزات اللي لازم تكون بخلي بالك منها جدا لان دي من اكتر الحاجات اللي الناس بتقع فيها وما بيكونش عارف ايه السبب او ايه اللي انا عمل. وهو ما بعد اغلاق الصفقة. خلاص انا فتحت الصفقة. وحقفل الصفقة يا مكسب يا على خسارة. يا اما لا مكسب ولا خسارة. وهنا في قواعد بشأن الامر ده هنقولها بالضبط. ايه هي? هتتصرف ازاي في الموضوع ده? في حالة الخروج من صفقتك على خسارة هتلاقي نفسك نفسيا عندك شعور بالانتقام والغضب ان انا عايز عوض الخسارة دي. وافتح احجام عقود اكبر علشان اعوض الخسارة اللي انا حققتها في الصفقة اللي فات. وطبعا ده من اكبر الكوارث اللي ممكن تخليك كمتاجر او تريدر مش ناجح. لازم يكون عندك ضبط نفسه والتزام بالقواعد اللي احنا قلناها من شوية. مش معنى ان انت خرجت بخسارة من صفقة ان دي اخر الكون. ولا ان ده امر ما 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 ينفعش ان يحصل. ده امر عادي وهيحصل وهيتكرر كمان. الفكرة هنا ان انت لازم تكون ملتزم بالطريقة والاستراتيجية بتاعتك اللي قلناها. لازم تكون عندك طريقة تخلو الخروج تبقى ملتزم بالشروب بتاعتها. لكن لو جو انت عندي نوع من الانتقام وعايز عوض الخسارة. وبتفكر بالتفكير ده. للأسف هتلاقي نفسك بتفتح صفقات احجام عهود كبيرة. وللأسف برضو هتلاقي نفسك بتقع مشاكل الخسائية. وفي المقابل برضو اللي بيكسب. خلاص انا جامد بقى اللي كسبت صفقة في التانية في التالتة. فانا عايز ادخل صفقات سريعة عشان اكسب اكتب. نفس الغلط. بيدخل صفقات غير مدروسة. مش مؤهل نفسيا لها. مش هسيب لها اقدرة رسمال ولا اقدرة مخاطر. وبيبقى عنده نوع من انواع الغرور ان انا خلاص انا كده اللي فهمت او حلت لغز السوق. وده برضو اللي بيقدي لمزيد من المشاكل ان انت للأسف ممكن تضيع كل الربح اللي انت عملته وكمان يبقى عليهم خسائية. الشعورين دول لازم يكونوا قدام عينة. الشعورين دول لازم تكون انت ملتزم بالخطة والقواعد اللي احنا قلناها من شوية. لان انت لو ملتزمتش بيهم هتلاقي نفسك يا بتنتقل من السوق لتعويض خسارة. يا اما الايجو بقى عندك عالي قوي فانا عايز ادخل برضو صفقات غير مدروسة عشان احقق ارباح اكبر. وطبعا ومن الحاجة المهمة جدا بعد كل صفقة او بعد اغلاق الصفقة لازم تقيم اداء. لازم تشوف هل انا بعد كل اسبوع او شهر تقعد مع نفسك تشوف انا تداولت الفترة دي ايه نقطة القوة اللي عندي. هل انا كنت ملتزم بالقواعد اللي انا كنت حاطيتها ولا لا. هل انا اقدر اطور ايه بالزبط في الحاجات دي علشان ايه اللي اقدر اطوره في الاستراتيجات بتاعتي تخليني اطلع بنتاج افضل. الحاجات دي مهمة جدا. اي حد عنده بزنس فتحه والله حتى لو كان بقالة صغيرة. هو لازم يكون عارف ايه الانواع اللي هيجيبها يباعها عشان الزبون بيطلبها اكتر. طب يجيب واحد تاني يساعده. طب محتاجين محاسب. طب محتاجين نعمل دعاية اكتر للمنطقة اللي احنا في. وهكذا. زي التداول زي وزي ايه مشروع في الدنيا. لو انت ما عملتلوش اعادة تقييم واللي اللي انت بتشتغله. فانت بتكون شغال بشكل عشوائي. فشغل العشوائية عمره ما هيكون مستمرة معك بتحية الربح. عمرك شفت شركة نكحة كبيرة. صحابها ماشيينها كده. ما لهمش اي خطة ولا ليهم مستقبل ولا عندهم حد بيتابع الاداء بتاعهم. ولا عندهم لقسم متابعة العميل اللي الاشترى او نفذ معاهم ايا كان. لازم متابعة الاداء ده علشان تعرف تطور من اداء. لازم تطويق. خاصة بقى في الاسواق المالية ممكن من اكتر من الشركات كمان. متقلب بشكل رهيب جدا. لازم يكون عندك اه حتة ان انا اقيم الاداء بتاعي بعد كل صفقة. اقيم الاداء بتاعي بعد كل اه فترة. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تطلع اه بنتاج او تك. اتمنى تكون القواعد دي ساعدتك بشكل كبير ان انت تعرف التداول او ان انت تحط خطة للتداول بتاعتك بتاعتك. وفي نفس الوقت كمان عدد الصفقات بتاعتك ما تقعش في فخ اه الاوفر تريدنج ان انا تفتح صفقات كتيرة في اليوم. بقدر الامكان حاول تنامت عدد الصفقات بتاعتك. انا بشوف من صفقتين خمس صفقات في اليوم لو انت دي تريدر ده حلوة قوي. لو انت متوسط المدى صفقتين تلاتة في الاسبوع حلو. في ناس بتقلل عن كده. لكن انا انا افتح في اليوم تلاتين اربعين صفقة. باي سيل باي سيل. فاكيد ده معناه ان انت مش بتعمل دراسة مزبوطة للصفقات دي. فهتلاقي نفسك بتقع في النقاط الغلط اللي احنا قلناها من شوية. اشوفك على خير ان شاء الله في مخادرة تانية. والقاكم على خير. والسلام عليكم جميعا.